الذي ينبغي أن ينتبه إليه هذا الشباب لأنه الشباب هذا المغالب واللي سبقه قلتلك براه أعمارها مصغيرة هذا أحياناً معناه يصبحوا من غير ما يدركوا يصبحوا يند في ظل قوة أخرى تحركهم في ظل مجموعات إما احترفت التهريب ولا احترفت المخدرات ولا احترفت بيع الخمر فضلاً لأنه بعض العناصر منهم جايين من تلك الشريحة جايين من تلك الشريحة ولذلك يجيوا يحتجوا على حاجة فيصبح مباشرةً للاحتجاج مواجهات ومخدرات وغير وحتى الذين أوقفناهم برشة منهم معناها في السوابق امتاحاً كل هذه عمليات السطو وإلا عمليات السكر وإلا عمليات الاعتداءات وإلا عمليات التحيل برشة منهم موجودين هذا هو السؤال الذي ينبغي أن ينتبه إليه هذا الشباب حتى يدرك بأنه حتى وإن رفع شعار الغير على الدين راه الآن قاعد يضرب في الدين ويستعمل لضرب أهداف الثورة ولضرب أهداف الشعب الشعب يحب الاستقرار يحب الإنسان المستقيم يحب الإنسان اللي يحمل هم الشعب هذا ويناظر من أجله بطرق شريفة تماماً كيف ما يكون فكره أنظيم البلدان العربية أخرى سيد الوزير يعني عاشت اختراقات من مخابرات أجنبية ومخابرات محلية مخابرات بلدانها يعني أصلاً وخلقت طيارات متشددة وآلت إلى عنف كبير برشة نعرفوه في عهد بن علي هناك حديث على أنه أن ذاك يعني تم اختراق بعض الطيارات الدينية المتشدة ولتوظيفها وكذا هل نحن الآن ندفع نتائج اختراقات قديمة؟ أنا جديد في الوزارة وفي المسائل هذه ما تخذش عليها ما نعرفش ما عنديش فكرة كبيرة فيه هروب من السؤال ربما هاته السؤال الذي بعدها أنا أظن أن أجبت على السؤال هذا ما أدري فيما وقع في البلدان الأخرى ولكن الأمل هنا يقوم بدوره في إطار احترام المقاومات الأساسية نعم طيب يعني الآن في كلمة للمشاهد الكريم للمواطن التونسي اللي يحب يرتاح نقوله هناك سياحة كما تفضلت هناك يعني موسم دراسي هناك موسم حصاد يعني هل هناك قرارات ستفسع عنها وزارة الداخلية وستتوجه للمواطن وتقوله سنفعل كذا وكذا وكذا أم أنه سيظل الأمر هكذا في كر وفر في فعل ورد فعل أحنا سارحنا المواطنين بكل شي قلت لهم عن الوضع لا حطيت هلهم بلون وردي ولا بلون قاطم أحمر الوقائع كما هي عاشوها ووصفناها نحن سياستنا هي تطبيق القانون بجدية وبصرامة باعتبار كل شيء يتوضح ما فيه واحد يقول اليوم أنا مما اختلت عليه الأمور وما نشفهم كل شيء كل شيء تم توضيحه للناس وهو علش نحن نتصده والشعب نفسه طالب التصدي بصرامة في نفس الوقت اللي نأكد فيه معناها لقوات الأمن سواء بالمكتوب وكذا على أنه كل شيء تم في إطار القانون والقانون واضح وأما الخطط التكتيكية والتفاصيل فبطبيعة الحال هذه يعني من مشمولات الأجهزة المعنية يعني هو مرات عديدة سمعنا حتى في القصبة لكن إذا في حاجة غاملة قل لي تفضل مرحباً نعم هناك الغموض والغموض أنا نحب أن نوصل لك الغموض اللي موجودة عند المواطن اللي ينطابلوه في الشارع واللي يحكي لنا الهواجزة المتاعو أطلع علينا سيد حمادي جبالي منذ أشهر يعني رئيس الحكومة وقال بأنه سيصارح الشعب التونسي فأفرحنا قلنا مش نسمعوا على مصارحة كبيرة برشة تعطلت هذه المصارحة حتى الآن يخلي المواطن التونسي يشعر نصور لك المشهد بالضبط يعني مثل تونسي معروف وكأن الحكومة تتعاطى معه يعني الناس اللي يحركوا في الفوضى هذه ويحركوا في العنف تتعاطى معهم ما تسميهمش وما تعلنهمش بالأسماء وبالجهات وبالقيادات عبارة المثالة تونسي اسمح لي لنا القطوس الأكحل اللي كان ضربته وتذانب به وكان خليته يوكل لك عشاك لكن القطوس الأكحل ما زلنا ما نعرفه شو حنا إلى حد الآن شو كون هو شوف لا شك أن المواطنين قد انتبهوا في الفترة الأخيرة إلى أنه زيادة على الوضوح السياسي للحكومة وللمجلس التأسيسي وزيادة على الخطوات الاقتصادية الاجتماعية فيما يتعلق بالتنمية وبالبشرية التنموية الوطنية منها والجهوية قد انتبهوا إلى أن الحكومة أيضا تقدمت شوطا على مستوى النصوص وعلى مستوى الممارسة في محاصرة الفساد وبدأت هناك ملفات بشكل ليس فيه أي ظلم ولكن أيضا فيه جدية ووحدة من الأسباب اللي جعلت الأوضاع هذه تشوف فيها تتحرك ومجموعات هي قرب الحكومة وعزمها وموضيها شوط في محاصرة الفساد في جبدان ملفات في البحث على أموال الشعب مش نكالا في الناس اللي قاموا بيها وإنما العدالة تأخذ مجرها من بعض وإنما نحاصره في الفساد بدأ في أكثر من نقطة واسمع الشعب اللي كان اللي تشكلته واسمع المجالات ولكن مسارحة الشعب اللي تحدثت عليها أحنا نحب السياسة تكون واضحة للشعب لكن وقت اللي تولي مسألة أسماء هذا تم حويش كي تبدأ قضية موجودة منشورة عند القضاء ما يحق الناش نتحدث عليها كان الألام ساعات عنده يتحدث عليها بيقدر واحد اثنين بعض الأشياء اللي هي تاخذ طبع سياسي أي واحد تنجم تسميه هو أيضا باش يقول لك هات إثبتات وهو وندخل في جدلات عقيمة العمل على قدم وساق في كل ما يتعلق بملفات الفساد وهي لا حصرة لها وتأخذ طريقها تلقاها وزارة الداخلية على سبيل المثال أحنا وزارة الداخلية يقول قاعد عندنا ترقب داشة انتفقدية وترقب داشة ان وزارة أخرى وترقب داشة انهاية ترجعنا تقول لنا أعطوني أشعندكم معطيات واحد ثنين نمدوها نحن بالمعطيات باش يتشكل الملف وياخد طريقه لللجنة ثم للقضاء كذا كيف كيف وين ننتبه الحاجة نحن ننتبه الأراضي واضحة هي أراضي دولية مستولة لها ننتبه كذا نحن نشكل الملف ونحلوه للوزارة المعنية باش هي تكمل بقية الملف من خلال ما عندها وتعطيه وهذا أسبوعيا أنا أبعث أشياء في هذا الاتجاه لمختلف الوزارات المعنية سواء تعلقت بعقارات يعني بنايات وإلا أراضي وإلا مشاريع حتى شركات إلى أخيره فالعمل قايم ولكن المصارحة يعني الحديث على أشخاص هذا معناها يحتاج إلى شيء كبير سيد الوزير نعم اسمح لي انقطعك قسع لي في الأعلام إلى أخيره نعم اسمح لي انقطعك سيد الوزير يعني المواطن طالت المصارحة والجهات التي تحرض وتحرك هل العنف الموجود والممنهج والمنظم أيضا يعني طالت المصارحة المواطن اللي عنده الهواجس اليومية خبز معناها يومه وأبناءه وقرية ولداته يقول لك وكأن الحكومة عندها بعض الحقائق ثم تسريبات على أنه شيء موثق أصلا صورة وصوتا ولكن الحكومة لا تريد أن تفزع عن ذلك ثم يشكوني واللي شك يقول لك اللي الحكومة تحب تستعملها كوراقات انتخابية هكذا حقائق قبيل الانتخابات المقبلة أنت دائما تحكي على المصارحة مصارحة مش على المصالحة اللي هي التصالح اللي هو يعملوه التوانسة بصفة عامة بعد ما يوضحوا أمورهم وخلالها تحكي على المصارحة دائما لا احنا ما نخبوش حاجة ما نشنخبو في حاجة ولكن الأشياء اللي نجمعوها ما عندناش الحق وما هوش من الحكمة السياسية أنه ملف قاعد تشكل فيه على فرض تمشي انت كحكومة تشنع بشخص لا هذه قضية تجمع ملف تم حرم امتع ناس تم حقوق امتع ناس تم القضاء اللي نجم وكل هذه مهما بلغ استيقانك من أنه هذه هنا فساد مالي ولا فساد إداري ولا كذا أو يتعدى قدامي أنا وحتى في المؤسسات اللي أنا مسؤول عليها مباشرة لكن انحيلوها للقضاء لأنه يبقى دائما بأيض نفرم من الناحية القانونية الرسمية الشخص انت ولا أنا ولا أي مواطن هو بريء حتى يحكم عليه القاضي هذا تعرف هذا رأه فات هك الزمان اللي يصبح فيه أي مسؤول معناه ينجم يحسم فيه أي واحد ويصدر حكمه اليوم ينجم يشكي بيك ما عندكش الحق لماذا تنالوا منه والحال أنه الملف مازال كيف يقولوا ما زالت تجمع في مجمل المعطيات تبعثوا للوزارة هذه ويجي الوزارة أخرى ولذلك نحنا نخدمه بجدية صحيح ولكن بدون أن ننال من أعراض الناس والجزء اللي تخرجه اللي جان المعنية اللي عندها الصلاحية اللي هو القاضي هكوا كل مرة يقول لك وقفت فلان في ضوء التهمة لا خراه مزال بحالة صراح لكن قاعد يحضر له في الملف وكما قلت لك ما هيش نظرة انتقامية ولا عاجل لا نظرة من أجل إحقاق الحق وبالخصوص من أجل إعادة الحقوق لأصعابها إعادة مال الشعب لينفق فيما يفيد الشعب تحفظ وطبيعة العمل اللي بتاعكم يخليك ما تسموش الأشخاص بأسمائهم من تحت يعني أنه الملف مازال يعني قاعد يجهز لكن نجم نطمنوا اتوانسا بدرجة أقل شوية نقولوا سؤاله والتالي الأحداث كما تتقراها هي في الأيام الأخيرة منظمة أو الحاجة هي منظمة اثنين أطراف عدة يجمعهم شي مشترك قلنا منحارفينه وناس متشدين وغولات في الدين هل هناك منسق سؤال بعينه هل هناك منسق ينسق بين الأطراف أضم مع بعضهم بيش يتحركوا في وقت واحد وفي مكان واحد بهذا الشكل لا هو ليس عمل منظم بالتنظيمات الهرامية اللي يعرفوها التوانسا قيادة فمؤسسات ففروع فتفرعات جياوية مركزية لكيه هو ليس هذا لو كان هذا أراه كان أسهل هي مجموعات بينها روابط روابط في جانب منها عبر الهواتف النقالة وعبر الفيسبوك وعبر كذا وفي نفس الوقت هي أيضا لها رموز لها مجموعة من القيادات لكنها ما بالغطش لحد الآن من خلال تحرياتنا نهارا للتحريات امتعنا نحن ما وازلنا في أطوار التحقيقات إذا التحريات امتعنا أثبتنا وجود بناية وطنية كاملة بناية على مستوى الوطن فسنصارح الشعب بذلك لحد الآن هي مجموعات تطرابة هاتذيا لم يثبت أن لها هياك المركزية كبرى هكذا كما تشوف تقول أنت معناها هذا مجلس وطني وقيادة جهوية ومسجل جهوي وهكذا ليست بهذه الصورة لكن عن أصرها معروفة التي تتحرك نراها ونعرف تحركاتها ونسمع ما تقول وعندنا معلومات كثيرة حول تحركات هذا الشباب وكما قلت لك بعض منهم شباب في عمر الظهور أحيانا أنت متأكد أنه لا يدرك ما هو بصدد فعلا عندما يجيك واحد عمره 18 عام ولا 20 عام وتلقى يتكلم في حاجة أقوى من عمره فلا تدرك أنه ما زال معناها أخذ هكذا معناها جرة إنجراراً وكما تعرف يعني البراءة ساعات متاع الصغار وإلا متاع الأطفال وإلا التغرير به لأنه اللي غرر به هو اللي وهذا اللي خايفين منه أحنا نحبه يبدأ شبابنا متنور واضح باش ما يقعش استعمالهم وما يقعش تغريبهم وإن شاء الله توانسى أمهاته أبا ينتبهوا أيضاً الأولادهم أراه الكلمة خارج نحتج على الاستبداد ولا على الفساد ولا على انتهاك الهوية وهو بعد ذلك يلقاه معناها مشدود لأنه جاء في فترة وقد الأمن قاله ابعد وهو يقدم وحب يعرق وشد ملطوف ويستخيل هكي اللعبة بينما هي ذات خطورة كبيرة عليه وعلى البلاد هاته نشوف أداء وزارة الداخلية بعد مئة يوم تقريب من اللول سيد علي العريض في صدارة الوزراء اللي يحظوا بثقة شعب يعني بثقة المواطن التونسي لكن من بعد صارت موجة من الانتقاد على الفيسبوك والمعارضة كذلك لشخصك وخاصة بعد أحداث 9 أفريل اليوم يعني بعد المئة يوم هذا النجاح من خلال التصريحات ومن بعد هناك يعني تغير موقع سيد علي العريض وبما خاصة في نظر المعارضة مش نبنيه على الفعل الآن خمسة أشهر تقريب سيد علي العريض على رأس وزارة الداخلية ماذا فعلتم فيما يتعلق بالفساد أكثر هما من خمسة شهور خمسة شهور ونص نعم أنا معناه أنتم الذين قلتم بأن هناك احترام لي بعد ثلاثة شهور وسئلت هذا السؤال وقلت لكم أراكم قاعدين تستخلصوا